الآن بسم الآب والإبنة والروح القدس الإله الواحد أمين أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الراعي الصالح أو اجتماعكم الراعي الصالح زي ما احنا متعودين احنا بنجاوب شوية أسئلة وبعد الأسئلة بنعمة ربنا هنبتدي ناخد الكلمة الروحية بتاعتنا السؤال الأولاني حد بيقول سلام يا بونا ليه كل حاجة بتمشي بصعوبة أجي أحضر زمالة أجنبية ألاقي الكورونا تيجي والامتحانات تتوقف أجي أخذ الفيزا بتاعت انجلترا تمنع دخول المصريين الناس كانت بتخلص الموضوع ده فأقل من سنة أو سنتين أنا سنتين حالياً وما فيش حاجة بتخلص بسبب ظروف العالم تعبت إن كل حاجة في حياتي وقفة تعبت من قطرة المذاكرة وتعبت من انتظار إن كل حاجة تتحسن وفيش حاجة بتتحسن بكلم قدسك لإني بتابع العزات وزعلانة قوي إن عمري بيديع من غير فايدة وبصراحة ما عندي صبر أيوب ولا يوسف ولا إبراهيم على الأقل أعمارهم كانت طويلة إحنا ما بنعرفش نوصل لسبعين وتمانين نفسي أشوف أي تعويض في الدنيا مش معقول أستنى كله في السماء إيه نصيحة من قدسك أول حاجة حكاية الأعمار الطويلة دي كانت قابل الطفان بس بعد الطفان الأعمار الحقيقة بتدت تبقى قصيرة في المتوسط بتاع 70-80 يعني المهم نرجع للمعلومة تانية أو نتكلم عن اللي أنت بتقولي يا بنتي بص يا بنتي عايز أقولك حاجة أنت بتشخصني الأمور يعني إيه بتشخصني الأمور يعني مطبقة الظروف الصعبة عليك أنت وحدك بس وكأن الكورونا دي كانت مستقصداك أنت فقافلت الفيزا في وشك وأجلت الامتحانات بتاعت الكورونا الحقيقة الكلام ده مش مزبوط كل الناس اللي مقدمين زمالة زيك ودولة بالميات ما امتحنوش أنا عارف ولاد وبنات كتير قوي من ولادي مقدمين زمالة وتأجلت لأن العالم في وباء مميت فكانوا هيعلموا الناس ولا يعالجوا الناس فما كانش في حادي وبعدين الفيز اتقفلت وشركات التيران بتخسروا كل الناس ملايين أنت بتتكلمي زي كل حاجة تتأجل وليه أنا عظي كده اللي وحش الحقيقة ده أصاب الناس كلها على الأقل أنت شغلك زي ما هو الامتحان هو اللي تأجل إيه المشكلة ما يتأجل سنة ولا اتنين لكن ليه إحنا كده من جوانا قلقانين ومتوترين في حاجة كمان عايز أقولها إيه رأيك في كميات الناس اللي من ولادي ومن بناتي وعرفهم شخصيا الشركات استغنت عنهم ناس شغالة في سلاسل سلاسل عالمية اللي اسمها مطاعم عالمية والآخر روحوا نصهم الناس تانية شغالة في شركات سياحة روحوهم كلهم ففي ناس الحقيقة في حالة من حالات الكساد إحنا نشكر ربنا إنك انت دكتورة والمهنة بتاعتك موجودة والوظيفة بتاعتك موجودة اللي انت هنتأجل مجراش حاجة ممكن الماجستير تتأجل سنة اتنين إيه اللي هيأثر قوي لكن أنا اللي أقدر أعكن النفسي وأقدر أفرح نفسي لو أنا عندي إيمان هقول لكل شيء تحت السماوات وقت لو أنا عندي إيمان هقول ربنا أنقذني إن أنا كنت ممكن أروح وتجيلي كورونا وما عديش منها لو أنا عندي إيمان هقول أن كل الأشياء تعمل معنى الخير لذين يحبون الله بس عشان امتحان اتأجل سنة ولا سنتين أرتبك الارتباك ده كله أما فين الإيمان وفين علاقتنا بالسماء وفين علاقتنا بربنا الإنسان الروحي بيتعرض لظروف صعبة قوي زي وزي أي حد تاني بس اللي بيفرق بينه وبين أي حد تاني إنه شايف ربنا في الظرف الصعب وماسك في ربنا في الظروف الصعبة فالحقيقة يعني لازم نكون يعني يعني أوسع من كده شوية أنت بتكلمي على حاجة بالنسبة لناس تانية دي مش تجربة من أساسه يعني في حاجات أصعب في الحياة فلازم نكون أكثر صلابة من خلال اتحادنا وعلاقتنا بربنا مش من خلال إن قوتنا النفسية قوية السؤال التاني سلام يا بونا رجاء تغيير بعض محتويات السؤال هو فيه هقول جي حتة عامة وفيه أجزاء خاصة الحتة العامة الممكن أسأل ليه فيه مثل للوزنات كل واحد أخد وزنات غير التاني لإني بلاقي كده في الحياة ناس واخد وزنات أكتر من ناس تانية إيه حكمة ربنا في كده وليه ما يديش كل الناس وزنات واحدة أو يديها عطاية واحدة ويحاسب كله زي بعضه يعني مثلا أنا متخرجة من كلها من كلات القمة وبحضر دي صلاة عليا وبشتغل وعندنا بطشيات صهر وأخويا بيشتغل أقل مني عدد ساعات ومرتبه أحسن مني وقادر يخرج ويتفسح لأنه عنده وقت ليه فيه ناس مظلومة في الدنيا وناس مرتاحة وما تقوليش ما تعرفيش ظروف الناس التانية إيه لأن ممكن الناس التانية أكون عرفاها لأن ده أخويا بص يا بنتي عايز أقولك حاجة أول حاجة الكلام بتاعك سامحيني سامحيني في اللي أقوله كلام مش عادل خالص يعنيه كلام مش عادل خالص أول حاجة أنت بتقولي أنك أنت اخترت الكلية دي بمزاجك يعني محدش ضربك على إيدك لازم الإنسان وهو بيختار أي حاجة أي حاجة لازم الإنسان ده يكون واقعي عشان ما يحطش غضبه وتزمره على ربنا أنا دخلت كلية مثلا زي كلية الطب أنا عارف أن كلية الطب تقريبا بتخلص بعد ست سنين دراسة ولما بتخرج بساوي ولا حاجة لأن لازم هشتغل في امتياز وهشتغل في نبطشيات والدكتور الجديد بيعملوه زي الصبي في الورشة يحملوه كل النبطشيات ويحملوه كل التعب لأنه هو الجديد لأنه هيجي دور على جديد بعد ويشيل اللي هو كان شايله ده صح حاجة كمان أن دخل الدكاترة لازم أكون عارفة من قبل ما أخش كلية الطب دخل الدكاترة كام الدكتور ليه مرتب ثابت وعلشان كده الجيل اللي طالع من الدكاترة بيشتغل في مستوصف بتاع كنيسة اتنين وتلاتة وعيادة خارجية هنا وعيادة خارجية هنا وعيادة خارجية هنا ويلزق لأستاذ من أساتذ الطب الكبار ويعامل معاملة الزابط للعسكري أو العسكري قدام الزابط علشان في يوم الأيام يبقى له اسم وضع الطب في مصر كده هل الصورة دي ما كانتش واضحة بس في حاجة أنت واخد النص الفاضي أول حاجة لقب طبيب ده لقب حلو جدا اتنين أنت واخد حاجات تانية أنك أنت بتعملي عمل إنساني لأن الإنسان الطبيب ده بيعالج ناس بيخفف ألام ناس الناس بتبصوله بعين رجاء كده العلاج إيه دكتور فأنت بتبص النص كظروف اقتصادية الدكتور وخاصة لو بنت هتبقى ظروفها صعبة لأن الدكتور الولد بيتنقل بيبقى مثلا في عيادة كنيسة في شوبرا الخيمة يوم الاثنين والثلاثة وعيادة كنيسة في مصر الجديدة الأربع والخميس وفي عيادة تانية مش عارف في مستوصف تبع جمعية المحبة والسلام بعد الظهر علشان يا دوبك يعرف يفتح بيت هل الوضع ده ما كانش مقروء قبل كده؟ هل الوضع إنك أنت بعد ما تخلصي البكاليروس بتاعك لازم تعملي دبلومة واتنين أو تعملي ماجستير عشان تاخدي تخصص ده ما كانش وارد عندك؟ وده هياخد سنين طويلة؟ ولا إحنا نختار اختار عشان فرحانين بكلمة كلية كذا؟ لكن مش عاوزين ندفع التمن فأي إنسان ياخد قرار لازم يعرف كويس قوي 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 إيه هو؟ إن كل حاجة في الدنيا لها تمن نرجع تاني لمسأة للوزنات أنت بتقولي في مسأة للوزنات ده حاجة مهمة قوي ليه ربنا إيه ده واحد خمسة واحد اتنين واحد واحد الحقيقة ربنا عارف إن كل واحد إمكانياته إيه؟ يعني ممكن تكوني بتشتكي من حد مرتبه أعلى منك بالرغم إنك أنت دكتورة بس هو كانت إمكانياته أقل منك فما قدرش يخش كلية الطب أو كلية الصيدلة أو كلية الهندسة فأنت هو ممكن بقى في سنوية عام كان يقول إشمعنا مثلا أخوي يخش كلية الطب وأنا لأ ليه يا رب ما دخلتناش كلنا إحنا كلنا كل طب لا فيه إمكانيات هو جاب مجموع أقل وإنت أو إنت جبت مجموع أعلى ليه مش باصص للحكاية كلها في وسط دقنا بنرمي غضبنا على ربنا وما بنكونش حقانيين يا أولاد لا الكلية اللي إنت متخرجة منها كلية سمعة طيبة لقب طيب مستقبل مع الوقت هيكون طيب لكن هي كلية لا تنتهي في ست سنوات الكلية دي خدعوك فقال إنها بتخلص ست سنوات اللي داخلها لازم يكون عارف إن داخل على تحدي داخل على تحدي أنا لسه حد من ولادي في كل الطب بيقولي يعني الطب يعني فيه أسات زكبار دولة وصلوا بعد سنوات دولة اللي بيقدروا يكسبوا كتير قوي لكن فيه دا كاترة تانية الحقيقة لا مغمورين حتى لو كانوا شطرين بس هو دا الطب فكنا نكون عارفين كده ودرسين كده قبل ما نقول ليه لكن حكاية ليه ربنا بيفرق في الوزنات دي مش محسوبية لأن اللي واخد أكتر هيتحاسب أكتر هو كل واحد بيشيل قد طاقته كل واحد يشيل قد طاقته طب أنت يتوافقيني إن كل اللي يخرجوا من الثانوية عام يخش كل الطب ما هندخل كلهم كل الطب وبعد كده كل واحد يتحاسب الحقيقة لا في واحد مجهوده يجيب كل الطب وفي واحد مهما ذاكر مش هيدر يجيب كل الطب دا إحنا لو فتحنا حكاية ليه دي مش هنخلص طب أنا هقولك حاجة تاني أنت بتقولي ليه واحد يكون متخرج من كلية من قلم كليته مرتبه أكتر ومرتح أكتر مني طيب إيه رأيك إن فيه لعب كورة ممكن يكون بياخد مليون جنيه في الشهر أنا معرفش بس أنا أعرف إن فيه لعيبة محترفين ممكن يعني بيحسب لهم بالكالكوليتر بياخد كم في الدقيقة يعني تصوري وفيه ممثلين يقولك الممثل العالمي دوت في منطقة كده اسمها هوليوود في أمريكا بيمثلوا يعني الناس المشهورين هناك يقولك بياخد 15 مليون دولار في الفيلم الواحد بيخلص الفيلم في 13 شهر ياخد فيه 15 مليون دولار طيب إشمعنا؟ لا طيب ما هو فيه ده كترة في أمريكا بتشتغل في أمريكا وبتاخد 250 ألف دولار في السنة أو نص مليون في السنة بس ما جابش الممثل ده يقولك إشمعنا أنا درست كل الدراسات دي والطب في أمريكا صعب والممثل ده أخد كذا على فكرة إحنا قلنا الإسبوع اللي فات وعظة اسمها إشمعنا ياريت يا ابني أو يا بنتي ترجع تسمحها لأنه دي مهمة أوي يا بونا أنا بعمل معادلة للسفر بس ساعات بخاف من فكرة السفر برة لاختلاف المجتمع والصح والغلط والشزوز والإباحيات الجنسية وكل الحاجات اللي ممكن برة تكون عادية بس بفكر أكمل باقي من عمري في مصر كمان صعبة أنا طبيب خريج محتاج حد يعلمه أنا بيطلع عيني عشان حد يقولي معلومة كل شوية بحس إن المستوى بقل أنا لوحد في وسط زملاء كتير بحس إن ده مش مكاني لاختلاف التفكير واختلاف التوجهات وفي نفس الوقت الخوف إن أعيش لوحدي برة هنا بنتعرض للشتيمة والبلطجة وتكسير المستشفى لو أنا في الاستقبال والإمكانيات ضعيفة والناس بتيجي تحسبنا على نقص الإمكانيات وأنا مش في إيدي أي حاجة أعملها أنا بحب الطب والحاجة الوحيدة اللي اخترتها في حياتي ونفس أتميز فيه وأكون حاجة أعمل إيه أكمل معادلة وأخد فرصة إن أعيش كم شهر برة وأشوف الدنيا هتمشي إزاي ولا رأي قدسك إيه؟ على فكرة يا بونا أنا بنت وأعيش برة الواحدي طبعا أنا حاسس بيك يا بنت وحاسس بالمشكلة وهقولك إجابة صغيرة لا مانع إنك أنت تسافري لو أهلك موافقين بس بالشروط الآتية أول حاجة بلد يكون فيها كنيسة وكنيسة هتكون قريبة منك أول حاجة نخديها علامات كده من غير كنيسة إحنا بنضيع من غير زبيحة إحنا بنتبل بنتبل بتبقى زي الوردة اللي دبلت يبقى لازم كنيسة وكنيسة يعني يشتحسن طبعا أصلاك أنت اللي هيحدد اختيارك الكلية والدراسة مش هتبقى حر قوي بس شوفي الجامعات اللي يكون فيها كنيسة ابطية جنبها يعني اتنين اكتبي مبادئك وشعاراتك اللي انت محتفظة بيها ومتعليها بيها مصر وخاصة المبادئ الروحية واكتبي كمان علاقتك بربنا شكلها إيه ولو حسيتي بعد خمس ست شهور بسبب الدراسة وبسبب حاجات كتيرة ابتدت علاقتك مع ربنا تتهز وتتضهر اعرفني دي علامة أنك ما تكمليش هناك لأن خلاصك أهم من أي حاجة تاني عندنا آخر حاجة علاقتك تكون مستمرة مع أبوك الروح يعني أبوك الروح تكون يواخد بركته هنا في مصر بعد موافقة أهلك نمرة اتنين يتعاهد معاك أنه يتابعك روحيا في وقت تقدر يتكلميه في التليفون كل فترة من الفترات علشان بالصورة دي أبقى متطمن عليك يا بنتي في الغربة يبقى مكان في كنيسة اتنين اكتبي مبادئك وقيمي حياتك الروحية مع ربنا كل خمس ست شهر ثلاثة علاقة مستمرة مع أبوك الروح في حد بقى كاتب كلام كبير قوي قوي عن أسرة جامعية والخدمة اللي فيها وأنا يعني يعني مش هقدر أقول كل السؤال لأن فيه تجريح شوية فأنا كل اللي هعمله إن أنا يعني هلمح للسؤال وهقول إجابة صغيرة لصاحب السؤال وهاخدوا السؤال ده أنقله للمسؤولين اللي في الأسرة الجامعية دي الصاحب السؤال بصرف النظر هو بنت أو ولد بيشتكي بيقول إن الخدمة في الأسرة الجامعية اللي عندنا في أسرتنا متقسمة بطريقة إن مثلا الخدام اللي في سنة رابعة هم اللي بيخدموا في سنة أولى ويجوا للخدام اللي في سنة تالتة يقولوا لهم يا جماعة حاولوا تكونوا أصدقاء وتجيبوا الناس للأسرة وما بيقولوا إن دولة خدام وما تقولوا إن دولة خدام لأن الناس هتداق منك لو قلتوا إن كنت خدام فبعضهم بيتصاحب علينا كأصدقاء ونفتكروا إن هو جاي صديق لينا وبعد ما نفتح قلبنا نكتشف إنه كان مش صديق لينا ده كان جسوس علينا لإن إحنا فتحنا قلبنا وتكلمنا معاه وده ما يصحش والناس دي يعني الحقيقة أخطأها واحد اتنين تلاتة أربعة بالرغم من شكوتك لكن أنا شايف بعض الأمور الإيجابية إيه هي الأمور الإيجابية؟ إن فعلا في بعض الأحيان الخادم اللي بيخدم في جامعة لو قال إن أنا خادم الولادة هترفضه ده أنت جاي تعمل خادم علينا ده أنت دفعتنا أمشي 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 فبيبتدي يلجأ لنوع من أنواع الحيلة الروحية وأنا شايف أنت مش غلط إن الله يعلن عن جوهره كخادم لكن يجي ويتكلم عن ربنا وتعالوا يا جماعة نحضر مؤتمر مع الأسرة تعالوا يا جماعة نحضر خروجة مع الأسرة تعالوا يا جماعة نحضر اجتماع مع الأسرة إحنا عندنا حتى في الكنيسة بنختار بعض الناس المتميزين ونقول لهم أنتم ليكم دور افتقادي وتشجيعي للناس ما بنقول لهمش يعملوا إيه أو يصحبهم أو ما يصحبهمش لكن بقول لهم أنتم عليكم دور لأن كلنا مسؤولين من بعض فالحقيقة أنا مش شايف أن هم غلطوا قوي لأن أنا شايف الأسرة الجامعية دي لها أكتر من هدف تدور على البيعيد خالص عن الكنيسة نمرأتنين تحافظ على أولادنا وبناتنا من العلاقات العاطفية المختلطة اللي ممكن تجيب كوارث بعد كده فلما أولادنا يبقوا تحت عينينا إيه المشكلة؟ أنت مش عاجبك الخدمة معاهم اكتفي يا ستي بكنيستك لكن أنا مش شايف أن الموضوع بالسوء اللي أنت شايفه ومع هذا علشان أنا أحاس أنك أنت مجروحة في سؤالك فأنا أوعدك أن سؤالك ده زي ما أنت كتبتيه وما فيهوش أسماء ولا أي حاجة أنا هبعته لأمين الأسرة دي وإن كنت أنا معرفوش لكن هبعته علشان يشوف الشباب بيحسوا بإيه وإذا كان في بعض الحاجات اللي ممكن يعني يعدلوها يعدلوها لكن أنا شايف أنك أنت في حتة التحامل شوية لأن هما مش قصدهم كده هما قصدهم يجذبوا الناس لربنا واحد بيقول يا بونا أنا شاب عندي 29 سنة خطبت بنت عندها 25 سنة طاقية جدا وكل الناس بيقولوا عليها ملاك من السماء وخادمة وكتير بيعتبرها مرشدة روحية ليهم المهم كانت خايفة جدا من الارتباط وطول الوقت خايفة تاخد قرار أنا كنت أنا وهي بنصلي كتير وبنلاقي ربنا بيبعط لنا رسائل لحد ما تخطبنا رسمي وكل حاجة بترتيب من ربنا بشكل غريب وكل ما تسأل حد عني حتى لو كانت ناس مش بيحبوني عشان تسمع كلمة وحشة تاخدها مرجع وما تكملش العلاقة كانت تلاقي بالعكس كله كلام مدحفية فكانت تبقى مبسوطة جدا بس هي طول الوقت واحد خايفة من الجواز وبتقول كلام صعب زي أنا مش عايزة أتجوز ويا رب أموت قبل ما أتجوز اتنين أو لا طب خلاص أمشي تقول لي لا ما تمشيش انت حد مهم في حياتي تقول لي في بعض الأحيان من كتر صراحتها أنا مش طيقة أشوفك وكلام صعب زي ده ولما اعتبت تقعد طعاية وتقولي الدرجة دي أنا حد وحش بتعتبر علاقة جسادية في الزواج أرف وملوش أي داعي وهي بتقول كده لأنها حقيقة هي إنسانة نقية وفكرها طهر جدا أنا بعض وبصلي ربنا بقوله دبر حياتنا كما يليق ولاي الموضوع بيكمل ويعدي مش بترضى تقولي أي كلمة فيها عاطفة ولو خرجت منها تقعد تبراها ما أصادتش كده مرتبطة بيتها وبقصرتها بفكر بشكل غريب وبعدها شغلها وبعدين أنا يعني أنا نمرة ثلاثة بعد بيتها وأهلها وشغلها تقولي أقولها أنت بتحبين تقولي أنا بحس معك بالأمان كأنك والدي فبسكت لحد ما جيت في يوم انهارت وما قدرتش أحتمل تصرفاتها وأعدت وأعايت كتير وكلمت صديق لي بسق في رأيه قال لي لا بلاش تكمل لأنك أنت مش حاسس بأي نوع من أنواع السعادة اقتنعت وأخدت القرار وكنت أبلغ خلقتها بتكلمني وبتقولي أوعد سبني أنا هتغير وأخد خطوات للتغيير فعلا بس صغربت جدا إزاي عارفت أني قررت أن أنا أمشي قالت لي إحساس داخلي عدت أصلي وأطلب من ربنا بعد كده قبلت راهب حطت الورق على المسبح وقال لي كمل أصحابها بيقول لها خسارة فيكي كنت لسه متدايق ودخلت فرحت جدا لما أبونا قال لي أنه هو حط ورق على المسبح وبيقول لي كمل وحسيت دي وعود ربنا لكن في الوقت نفسه لقيت نفسي متدايق جدا برضو أن أنا هكمل هي كل وعودها أن بعد الجوازة هتتغير وهتبقى أحسن رجعت أحس بالخنقة ده هو لصاحب السؤال بيقول رجعت أحس بالخنقة وأصلي كتير وأعمل مطنيات ألاقيها تدخل تكلمني والطيب بخطري وبعد كده ترجع تاني حقيقي مش عارف أخذ قرار أن أبقى برفض هدية من إيد ربنا وخايف أكون بظلم نفسي بالعيشة معاها وما تتغيرش دي مشكلة طبعا خلي بالكو يا حبائي أنا كمان اختصرت لكن أنا قلت المضمون الشامل للمشكلة أنت محتاجين حاجتين يا حبيبي أول حاجة لازم موجهة لها بكل لجوك أنا مش مرتاح معاك أنا مش مرتاح معاك أنا حاس أنك أنت نقية وطهرة جدا لكن أنا مش محساس بالرتاح معاك أنا عندك ترتيب أولوياتك نمرأ واحد أهلك نمرأ اتنين شغلك وده بيحسسني أن أنا مليش مكان في حياتك اتنين حكاية أنك أنت أرفنة من العلاقة الزوجية دي حاجة ربنا خلقها فينا اتجاهك السلبي دي يقلقني جدا نمرأ ثلاثة يعني إيه تقولي في وقت من الأوقات يا رب أموت وما كملش الجوازة دي كأنك أنت لو حطوا الموت في حتة وحطوني أنا معاك في الإكليل في حتة بتختاري الموت إزاي أنا مقلقش من الكلام ده يبقى نمرأ واحد لازم تطلع كل التعب اللي جواك كل التعب اللي جواك تطلعه بس يمكن أنت لما احتلق قبل كده فأنا بقترح اقتراح تاني لازم تكون مساعدة خارجية مش مجرد واحد دارس مشورة لا لا اللي دارس مشورة ده يعني ما احترامنا يعني كلام عادي جدا كده خد له كورس سنة سنتين لا ده لا يؤهله إحنا محتاجين واحد على الأقل لدارس سايكولوجي وفي ناس دارس سايكولوجي بتدي مشورة كويس أو بتعمل حاجة اسمها تحليل نفسي وتشوف هل دي أعراض كامنة ومش هتعرف تغيرها ولا هي نتيجة تربية محافظة عندها فكرة مش حلوة كفاية عن الجواز فلازم واحد يكون دارس سايكولوجي ويفس معك كويس لوحدك تقول كل الكلام اللي قلته لي ويقعد معاها لوحديها علشان يشوف شخصيتها وبعدين يقعد معاكو أنتو اللي اتنين مش بقول تقعد مع أبونا يصليلك قدس ويحط ورقة على مسبح يقولك ينفع وما ينفعش يا حبيبي الدنيا مش كده قوي يعني احنا بنصق في ربنا أو بنصق في المسبح لكن الحقيقة ده مش ارتياح يعني فيه دايما مقولة بتتقال ما تحطش ورقتين على المسبح وتقول يمين ولا شمال طب فرضا ربنا العايز ده ولا ده ما انت كده بتقول ربنا أولا لأ لأ بلاش حكاية القرعة الهيكلية دي أنا ما برتحلاش لأن ربنا ده أنا مقومات في العقل وده أنا مقومات في المشاعر وده أنا مقومات في الإحساس طب فرضا جات لك قرعة هيكلية قلت لك كمل ده وبعدين في الوقت نفسه انت بتقول لي حاسس بالخنقة أجاوزك إزاي وانت حاسس بالخنقة يا حبيبي لازم تكون مرتاح وفرحان لو مش مرتاح وفرحان في حاجة غلط مستخسرها هتكلمها وتفتح قلبك بكل النقط وتجيب واحد دار السايكولوجي دار السايكولوجي مش واحد واخد كورس مشورة اعمل معروف بتقول المشورة دولة بيحلوا شوية مشاكل زوجية اتضعي اعملي اسمحها تحوروا اتكلموا اتفسحوا لا احنا الموضوع هنا أخطر شوية محتاجين واحد يحلل نفسيتها وبعد كده ربنا يرشدك للقرار سلام يا ونعمة يا ابي انا فتاة تخطط سن التلاتين ولسه ما تجوزتش ارجو من قدسك مساعدتي في ترشيح حد من التنمية البشرية يقبل نصف تمن الجلسة نظراً لظروف المادية واحتياجاتي ان حد يسمعلي لاني بحس بالإحباط وكتير مش بكون عايزة اتعامل محد خالص بنام كتير ما عنديش أصحاب لاني لا أستطيع النزول لأن عشان تكون لي أصحاب جربت أتكلم مع أب اعترافه لأنه مش فاضي يسمعني وبشوفه قليل كده كده والمدة قليلة وبيكون مستعجل أنا معرفش حد يا بنت في التنمية البشرية لكن انت سايب الإيميل بتاعك وتليفونك أنا هدور واكتهد ولو فيه هبعتلك نمرته وانت بتقولي بنص الأجر أو بنص يعني أنا فهمت إن الوضع الاقتصادي مش قد كده حد بيقول ده آخر سؤال عشان وقتنا أنا بحب جوزي قوي بس عندي مشكلة إن هو إلى حد ما جاف معايا وفي الوقت نفسه عنده أصحاب بنات بيتكلم معاهم بتدلع بطريقة ما بتعجبنيش زي مثلا مرة واحدة صاحبته بتقوله كل سنة وانت طيب ويا رب السنة جاي يكون عندك بيبي أمر زي امراتك فيرد عليها ويقول لها يا رب البيبي يطلع أمر زيك أو يطلع شبهك أنا لما شفت كده اتضيقت بصراحة معاكي حق طبعا وقعدت أعيط ومش عارفة أواجهه وقل له أنت قلت كذا لأن لما بقوله على أي حاجة من فضلك ما تعملهاش لأنها بتضيقني بيشتمني وبيهددني بأنه هيسبني أبونا أنا مش لي حق أزعل لما لاقي جوزي بيعمل كده ولا أنا مكبرا الموضوع لأنه عمري ما عملت أي حاجة أزعله لما بيقول لي على أي حاجة بيطلبها أو أعملها كلامه وبيبقى سيف على رقابتي وما فيش حاجة شغلاني طول النهار غير إزاي أخليه مرتاح ومبسوط معايا بص يا بنتي أنت معاكي حق طبعا هو يعني إيه مزودها شوية أساسا أنا مبدأ مع أن راجل متجوز يكون لي صاحبات بنات ويلغيهم على النت ده ده كلام فاضي الراجل المتجوز كمية ملتزم لمراته وبيته والستة اللي متجوزة ماينفعش كلها أصحاب مع الشغل واوي لآخره لأن دي بداية خراب البيوت فهو لازم يكون ملتزم بس الفكرة فين بقى الغلطة أنت بتقولي ده بيشتم وبيهزقني وبيهددني إنه يسبني يا بنات أنتوا بتتجوزوا إزاي وبتتجوزوا مين الناس اللي مش ولاد ربنا ملهمش سقف وملهمش كبير أنا هستغل صاحبة السؤال دي عشان أدي نصيحة لكل البنات اللي لسه ما ارتبطتش يا بنت يا بنت بلاش السطحية اللي احنا عايشين فيها والكلام الفارغ الجواز مش هدف الجواز وسيلة للحياة في زى ما كانش الرفيق اللي هاخده في جواز دي ليه كبير اسمه ربنا وليه أب اعتراف نقدر نرجع له وأخلاقياته لها سقف قوع تفتكري إن الخدام اللي متجوزين ولاد ربنا الحقنين ما بتحصلش مشاكل بينه وبين زوجته بتحصل بس اليوم سقف سقف فيه اسمه الاحترام سقف فيه اسمه إن أنا مش هزعق وأقول كلام جارح لكن هو كده أنا هكلم بنات عجبك عجبك مش عجبك نسيبك أنت إيه ده دي أخلاقيات زوج مسيحي بس إيه المشكلة فين في إن إحنا ما دققناش في الاختيار أو ممكن تكوني تخدعتي في فترة الخطوبة لكن الحقيقة النصيحة العامة إن لازم يكون لي كبير ترجعي له حتى لو كان أب اعترافه أو إحكي الأب باعترافك وطلبي إنه ممكن مع الوقت يصاحب جوزك ويتدخل لأن أنا يهمني كمان خلاص نفسه لأنه هو ماشي في سكة خطيرة السكة الخطيرة دي ممكن تخليني أنا أحس إن فيه خوف على خلاص نفسه مش فكرة مشكلة زوجية فكرة أعمق من كده وقتنا الحقيقة يعني سحب مننا شوية في يعني يعني هنكتفي بالأسئلة دي لأنها كانت النهاردة عددها قليل بس كل سؤال طويل قوي هكتفي بس بإشارة لفيه سؤال جالي من ألمانيا اللي هو بيقول نص السؤال ما تقريش يا بونا وبيقول أنه من سنة 2015 في ألمانيا هتدي له ثلاث نصايح سريعة أول حاجة الأفكار اللي عندك دي أفكار وسواس قهري وما تعتلش همها حتى لو قادت عليك بكسافة فأنت دي يا إما بناخد علاج للوسواس يا إما ما تفكرش في الموضوع ده وتتجاهله لأن كل ما بتفكر فيها يزيد حكاية رؤيتك لسيد المسيح لما بيقولك يعني شفت رؤية وأنت في العربية بيقولك للأمام 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 دوت عبارة عن المسيح بيشجعك علشان روح اليأس اللي محيطة بيك لازم ثلاث حاجات يحلوا مشكلتك الكبيرة قوي قوي لازم تشتغل أنت بتقولك في 2015 لغاية دلوقتي ما بتشتغلش لا لازم تشتغل مش ضروري تشتغل بالشهادة اللي أنت واخدها لازم تشتغل أي حاجة لأن الفراغ هو اللي هيموتك وهيزود حروبك لازم تلاقي شغل زي ما أقولك وتاني حاجة تدور على بلد فيها كنيسة إبطية أو كنيسة سريانية أورتدوكس لأنه هم الاتنين دولة اللي هتقدر تتعامل معهم وتقدر تتناول فيهم ممكن تحط ابنك بظروف الصحية دي في حتة ممكن ترعي المكان داي رعي والبلاد اللي أنت رايحها فيها أماكن لعلاج الحالات دي فترة في النهار لأنك إنت لو قعدت معاها لوحدك طول اليوم مش هتقدر تخدمه بالمرض اللي أنت كتبه فلازم يكون في جهة تشيل عنك وفي الوقت نفسه أنت تقدر تشوفه آخر النهار ساعة أو ساعتين ربنا يرشدك ويشيل عنك حروبك أمين اسمحوا لنا هناخد فاصل سوير أو ترنيمة وبعد كده نرجع للموضوع بتاعنا اسم القاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الكلمة بتاعت النهاردة ليها حكاية كده وقلب ثواني في شاب يكلمني بتليفون من 3-4 أيام وأنا وعدته أن نتيجة سؤاله هجاوبه في كلمة عشان تبقى الإجابة لي والإجابة لكل الشباب كمان اللي كان بيعانوا مشكلة هو كان عنده مشكلة بسيطة مع أسرته وقالوا له أنت إنسان متكبر رجع حد فهو كلمني وبيقول لي هل أنا متكبر فقلت له الحقيقة يعني بدل ما أجاوبك إجابة تفتكر أن الكلام موجه ليك إيه رأيك تسمع موضوع عنوانه عنوانه كده هل أنا متكبر والموضوع دوت هيكون موجه ليك من خلال اجتماع الرعي الصالح علشان كده الكلمة بتاعت النهاردة هيكون عنوانها هل أنا متكبر هل أنا متكبر أي مرض ليه أعراض أي مرض ليه أعراض عاوزين نعرف عشان أجاوب على السؤال هل أنا متكبر ولا لا هنعتبر أن التكبر أو الكبرياء ده مرض وليه أعراض إيه بقى أعراض المرض ده أول عرض من أعراض الكبرياء حاجة اسمها العجرفة حاجة اسمها العجرفة أو الإنسان المتعجرف يعني إيه الإنسان المتعجرف الإنسان اللي بيبص للناس نظرة استعلاء نظرة استعلاء يعني إيه يعني بيقلل من الناس اللي هو شايف وشايف نفسه أفضل شوي فبيعملهم آسف معاملة وإن كانت ممكن يكون فيها تخبيط أو ممكن يكون فيها شيء من التحقير أنا آسف في كلمة في التحقير بيحقر منه علشان كده في مدارس الأحد زمان في إعداد خدام من ستين سنة لا من خمسين سنة علمونا الكلام ده قوعى وإنت بتعلم شعبك أو إنت بتعلم فصلك أو إنت بتعلم اجتماعك تقول أصل أنتم يا أولاد لما بتتعرضوا لحروب الشهوات لا لما بتقولهم أنتم يا أولاد يعني أنت فصلت نفسك عنهم يعني أنت أفضل منهم لا أنت زيك زيهم تحت الحرب فتقول إحنا يا أولاد لما بنتعرض لحروب الشهوات يبقى أنت بقيت واحد منهم علشان كده الكنيسة خلت قبل الاعتراف وهو بيقرأ التحليل لولد بيعترف عنده أو بنت بتعترف عنده وبيحط الصليب على رأسه يتكلم بصفة الجمع يقول له يا ربنا إحنا اللي اتنين طهرنا باركنا حاللنا يعني أنا مع ابنك موط راسي محتاجين روحك القدوس يجي يشيل خطيانة إحنا اللي اتنين فذا كانت الكنيسة بتعلم أبونا أنه يبقى شريك لأولاده في ألمهم وأنه زيهم بيتحارب بكل أنواع الحروب عشان ما يتكبرش ولما يجي يعلمهم يقولون إحنا كبشر في منطهة الضعف إحنا لما بنقع في الخطايا الفلانية محبة المال فينا كلنا محدش يقدر ينكر كده مقالش محبة المال فيكو كلكم محدش يقدر ينكر كده ما ينفعش أبونا يقول كده ما ينفعش لأن دي اسمها خطيط العجرفة فيعني يعني هحكي لكم حكاية على العجرفة دي بيقولوا كان فيه إنسان هادي قوي 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 في منطقة كلها شغب والناس بتتكلم على بعض ونميمة كده فواحد راح قال له إيه قال له إزاي أنت في وسط الناس دي كلها محتفظ بسماء بسلامك الداخلي طباك 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 أنت إنسان جميل إنسان روحاني إنسان حاجة تانية خالص إزاي بقى الكلام اللي أنت بتسمعه من نميمة واشتيمة لبيغيزك ولا ينرفزك قال له ببساطة قوي لأن كل الناس دي كلاب كل الناس دي إيه كلاب يعني مش أنا اللي أنزل للمستوى قال له دي كلاب بتهوها للأسف القصة دي حتى بتقول منسوبة لراهب في البرية يعني كان واحد يشوف فيه قداسة فقال له أنا بعتبر أن كل دولا كلاب بتهوها كلاب بتهوها ينهر كبيض هو ده بقى الكبرى العجرفة في مرة تاني ولد من الولاد من ولادي دمه خفيف يعني فما كانش يزهر بتعود على الاعتراف أوه يزهر بسأله على الخطايا فبقول له عندي خطايا ذات قال لي مش فاهم قلت له يعني أنت حاسنك أنت أفضل من اللي حواليك فهو رح رد بكوميديا هو عاوز يعترف بالخطايا بسألها بصورة جميلة قوي صارت ضحك يعني شوية قال لي اللي حوالي أنا أساسا ما ببقى شايف حد غير نفسي يعني ما فيش حد حولي من أساسه ده اسمه عرض من أعراض الكبرياء إن أنا عندي نوع من أنواع العجرفة فأنا ككاهي نقول على فكرة أنا تعبت من الشعب ده الشعب ده متعب جدا 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 لا شايف فيه ربنا ولا فيه روح ربنا إيه ده إيه ده إيه الخطايا اللي واقعين فيها الغد إمتى بقى إيه ده ده اسمها عجرفة يبقى أول عرض من أعراض الكبرياء اسمه إيه العجرفة التحقير التقليل لأن طبعا أنتو أنتو تروحوا لي فين أنا أساسا يعني بقى أمرت إيه تقارنوا نفسكم بيا هو ده اسمه إيه التحقير أو العجرفة تاني عرض من أعراض الكبرياء حاجة اسمها الاعتزاز الاعتزاز عارفين اللي هو إيه واحد فرحان بنفسه واحد باصس كده في المراية ويقول يبخت اللي حواليا بيا فعلا يبختهم بيا أو عارفين المثل السوري هقول مثل من أمثال العالم بس يعني إيه ما نعايش زيكم في العالم برضو حاجة مش ضد ربنا اللي هو عنده إحساس إيه يا أرض اتهدي ما عليك قدي ده اسمه إحساس الاعتزاز طبعا ده مرض من أمراض الكبرياء واحد شايف إيه يعني مركزه ده أنا عارف إن أولادي فخورين قوي بيا لما كل واحد لما يقولوا بابا اللوى أو بابا سي آي أو أو بابا رئيس مجلس إدارة شركة للأدوية ودي شركة عالمية مركزها في سويسرا فرحان قوي بإحساسي كده بزكائي فرحان قوي بكليتي يعني لما يسألوا أنت كلية إيه واحد يقولوا أنا كلية زرعة أو أنت كلية كلية تجارة أو أنت كلية إيه أنا كلية أداب كل واحد كلية بس أنا لما يجي عليها الدور وفي الآخر كده أقول كلية التب لأ أنا لذيذ يعني أنا في حالة كده لأ يعني عندي اعتزاز الاعتزاز ده خطية كبرياء لأنك من جواك دخلت في دايرة الأفضلية أنا دكتور مش زي بقيت الناس دي المجتمع محتاج الإنسان اللي بيلم الزبالة زي الإنسان اللي بيشتغل في الطب بالزبط أنا سنة 74 لما كنا أيام ما كنا طلبة وبنشتغل في الخارج شوية أنا رحت إنجلترا كنت في إنجلترا في صيف 74 وحصل إن عمال الزبالة عمال الزبالة عملوا إضراب لمدة خمسة أيام مش عايز أقول لكم لندن دي كان شكلها إيه كياس الزبالة سودة دي في كل حتة الريحة كانت لا تطاقة والحكومة بتادي تخش معهم في المفاوضات علشان يحلوا الأزمة فالاعتزاز ده بإيه العرض التالت من أعراض مرض الكبرياء من أعراض مرض كبرياء إحنا قلنا إن مرة واحد العجرة فإن الاعتزاز التالتة أخت الاعتزاز الكبيرة اسمها الإفتخار إن من كتر ما بقيت معتز باللي جوايا وكان جوايا لأ ده أنا بتادي تكلم بقى أنا خلاص مش طيق نفسي يعني في الأول عندي إحساس إن أنا لأ أنا في العقيدة بفهم كويس أنا يمكن بعد الأنبة رفاقيل في العقيدة على طول أنا درس كل كرسات العقيدة ده اسمه الإيه؟ ده اسمه الاعتزاز لما الاعتزاز ده يكبر الإنسان يبقى عمزة البلونة اللازم مع اعتفار أعباء لأن الهوى اللي جواها كتير قوي فيبتدي يقع في خطية أسوأ اسمها الإفتخار يقولك في الكنيسة دي كلها وأنا ما بحبش كلمة أنا بس أنا مش مغرور أنا بأقرر حقيقة إن محدش في كنيساتنا يعرف عقيدة زي اللي أرى كتاب بقوله أنا قريت أربعة واللي أرى أربعة بقوله أنا قريت أربعين أنا كل كتب اللهوت اللي في المكتبة الأرثودوكسية قريتها ولخصتها آه ده بقى اسمه الإفتخار آه ممكن جدا يتكلم عن نفسه يتكلم عن أهله والأصل والغنى يتكلم عن أعماله حتى لو في الخير وخدمته يخش في مقارنات أخرتها إن إحنا أفضل من اللي حوالينا ومدام دخلت في الإفتخار أو التباهي أنت سقطت في الكبرياء أنت سقطت في الكبرياء يبقى أول عرض نمر واحد العجرفة الاعتزاز الإفتخار أربعة إدانة التمايز يعني إدانة التمايز إن أنا واقع في الإدانة نتيجة إحساسي إن أنا أفضل من الإنسان ده يعني دي إمرأة خاطئة عارفين زي مين سامعان الفريسي ما قالش ظروفها كانت إيه أمها ربتها إزاي ولا المرأة الخطئة دي يتجوزها يتطلقها ومدهاش أي حد ومحدش عايز تجوزها وكانت هتموت مجوع فوعب في الخطئة لا 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 امرأة خطئة ده إسمها إدانة إن أنا لو كنت في الظروف دي ما كنتش أعمل كده لأن الصح صح والغلط غلط طب أشكر ربنا إن ربنا ساتر عليك وعلى ظروفك ده لو نعمة ربنا تخلت عن أي حد فينا نتفضح لكن هو مش شايف كده فوقع في إدانة التمايو زي مين الفريسي والعشر اللي دخلوا يصلوا في الهيكل فواحد فيهم قال للربنا إيه قال له يا رب ارحمني أنا الخاطئ والتاني بصيله كده بعجرفة اللي هي بتاعت نمرة واحد وقع في الإدانة قال له أشكرك يا رب ده الاعتزاز والافتخار إن أنا بصوم لك يومين في الإسبوع وبعشر لك كل حاجة وإن أنا في الريسي مزي المؤرف اللي جنبي الخاطئ ده إدانة شاف نفسه أفضل فأدان أخوه شاف نفسه أفضل فأدان أخوه عارفين الخاطئة دي وعفي مين القديس بوترس لما بيقول المسيح كده لو كل دوله أنكروك أنا ما أنكركش عن أدانهم إدانة مصبقة فالمسيح قال له طب أنا هرفع إيد نعمتي عنك وهنشوف يا بوترس هتعمل إيه فبوترس أنكروه ثلاث مرات في ليلة الجمعة الكبيرة أو في خميس العهد بالليل يا آه يوقف في إدانة بقع فيها نتيجة إحساسي بالتميز إن أنا بدين أخويا إن أنا بدين أختي إن أنا بدين أبويا لأن شاف أنا بفهم أكتر منه قلنا العجرفة قلنا الاعتزاز قلنا الافتخار قلنا الإدانة كفاية كده ولا نكمل نكمل شوي برضو من خطايا أو من عرض من أعراض مرض الكبرياء حاجة اسمها الغيرة من نجاح أي حد يقولوا كده لما يكون في طفل وحيد وقعد على حجر أمه وبقى عنده سنتين أو سنتين ونص وفوجئ إن فيه ابن تاني جه أو أخت جت له وقعد على حجر ماما يقولك الطفل ده يعمل إيه يبقى عاوز يشد أخوي وقعه عشان الحجر ده حجري أنا فيها حتة قنانية وده جزء من أنواع الكبرياء طبعا وفيها حتة غيرة إنتوا عارفين الكتبة والفرسيين صلبوا المسيح ليه مفيش خطية وقع فيها لكن سحب السجادة من تحت رجليهم زي ما بنقول في المثل البلدي يعني إحنا المعلمين ده الناس بيتنا ومشت وراك الكبرياء واللي تغيز بقى هو ده اللي سحب الجمع لا 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 ده إنسان شرير يا عم ده بيفتح العين الأعمى يوم السبت يعني أنتو ننسيتو إن كان في واحد أعمى وتفتحت عيني وفاكرينه هو يوم سبت آه كبرياء عاوزين نفضل إحنا معلم الشريعة فده كبرياء لو أنا كاهن في الكنيسة هنا وفرضا ربنا مديني موهبة ما وبعدين رسمنا كاهنة طلوا عندهم نفس الموهبة ده ديت أو متميزين كمان أكتر مني أفرح بيهم إن الكنيسة زادت ثم واهبها وبدل ما فيه كاهن واحد عارف يعمل كده بقى فيه ثلاثة أربعة كهنة يعمل كده ولا أدايق وأغير لأن بعد ما كان اسمي أنا هو الاسم اللي بيلمع بقت فيه أسماء كهنة أكثر شباباً وأكثر إقداماً وأحسن مني أغير ولا أفرح لو أنا بغير دي ضربة وعرض من أعراض الكبرياء لأن الطبيعي إن أنا أفرح إن كل إنسان جه متميز أكتر مني معناه إن هيجيب ناس أنا معرفتش أجيبها للمسيح طب أفرح ولا أتغم بولس الرسول كانت فيه ناس استغلت سجنه وبشرت بالإنجيل بس تخبط فيه قال لهم أنتوا فكريني هزعل دي أنا هفرح إن كنتوا بتجيبوا ناس مدام العقيدة سليمة أنا موافق إن شاء الله تكرهوني أنا إن شاء الله تقولوا علي أي حاجة إيه ده لأن بولس كان متضع لكن لو أنا متكبر أغير قوي على الكرسي بتاعي وغير قوي على مكانتي إحنا قلنا كم عرض قلنا كتير قلنا نمرة واحد العجرفة اتنين الاعتزاز تلاتة الافتخار أربعة الإدانة خمسة الغيرة ستة عرض من أعراض الكبرياء اسمه العند وعدم الاعتراف بالغلط أنا شخصية عنيدة من أكتر الحاجات اللي بيسموها عليها كوميديا سوداء عارفين أنا كوميديا سوداء اللي هو بالبلد هم يدحك وهم يبكي يعني هم يدحك وهم يبكي أوقات الإنسان يبقى واقع في غلط فضيع جدا ومش شايفه غلط وحتى لو شايفه غلط يفتخر بالغلط ده من الناس دي العنيد هليقولك على فكرة أنا إنسان عنيد جدا جدا هنا فيه زلطة واللي أقوله ما رجعش فيه حتى لو كان غلط إيه اللي أنت بتقوله أنت بتدين نفسك أنت بتدين نفسك العند خطية ربنا وصف شعبه العنيد بأنه صالة بالرقبة العند يضيع حاجات كتيرة قوي يضيع أسر بسبب أب عنيد يخرب بيت بسبب أم عنيدة والعند بيورس لأن العنيد هيجيب واحد عنيد يقف قدامي العند ممكن يعمل حروب بين دول لأنه ما فيش حب حب يتنازل العند صورة من صور الكبرياء والذات المنتضع ما يعنيتش العنيد عمره ما يقول أنا غلطان عمره ما يقول أنا غلطان وفاكر إن هي دي الرجولة وها دي الشخصات قوية أنا كده شخصية تقيلة موزونة ليه أعتبرها ده أنت غرقان يا حبيبي في الكبرياء ربنا يسر عليك وعلي ربنا يسر عليك وعلي من العند وطبعا العنيد لا يمكن يقول أنا غلطان اللي بعديها أختها صعوبة الاعتذار أحد صور الكبرياء إنك لا يمكن تعتذر لو غلط الإنسان المتدع الإنسان اللي فيه روح أرى الله الإنسان اللي فيه ضمير حي وروح قدس بيبكته ما يعرفش ينام وهو مزع الحد على الأل يرفع السماعة ويكلمه ويقوله سمحني ده لو إنسان في روح الله وروح الإتضاعة لكن الإنسان المتكبر لا يمكن يعتذر صعب عليه أو الاعتذار أحكي لكم حكاية قديمة قوي بقالها أكتر من 22-23 سنة اتنين مختلفين مع بعض زوج وزوجة وبعدين دخلوني بينهم فأنا لما دخلت بينهم وابتدت يعني أقول كلمة طيبة هنا كلمة طيبة الدنيا بدت تبقى كويسة في الآخر خالص الزوج قال إيه قال أنا غلطان قلت له بصراحة يا حبيبي مش كفاية تقول أنا غلطان لازم إيه تعتذر لها وبعدين كلمتها قلت لها ما قلت لهاش بقى أنه هو هيعتذر لك بصورة مباشرة قلت لها ده هو إنسان طيب هو هيراجع نفسه وهيدي يقول لك كلمة طيبة كده ويعتذر لك كده اعتذر لك كده خفيف ما تقفليش وشك بقى يعني أنا وصيته أنه يعتذر ووسيتها هي أنها إيه ما تعتبوش تقبل الاعتذار ونعدي الموقف البايخ ده هي قلت لي حاضر من عناية وهو قال لي حاضر من عناية وبعدها تاني يوم لقيت الزوجة بتتصل بي بتقول لي يا ابونا أنت مش قلت أنه هو هيحاول كده يعني يتودد أو يعتذر قلت له آه قلت لي لاعتذر ولا أي حاجة فشويتين قلت له سيبي الموضوع ده ساعة اثنين روحت أنا مكلمه قلت له الأخبار قال لي منك دي يا زي ما أنا قلت لك وما فيش فايدة قلت له أنت اعتذرت زي ما اتفقت معي قال لي اعتذرت طبعا عيب يا ابونا أنت مدام قلت لي حاجة أنا لو مكنتش عاوزة اعتذر كنت قلت لك مش اعتذر بس مدام أنت قلت لي اعتذر أنا اعتذرت بس هيلي ما قابلتش اللي اعتذر قلت له طب اعتذرت إزاي ما تحكي لي قال لي ولا حاجة دخلت عليها في المطبق قلت لي عمل لنا اتنين شاي قلت له بعدين قلت لي هو كده قلت له هو كده ايه قال لي قلت لك عمل لنا اتنين شاي قلت له أيوة حبيبي انت غلطت وزعقت فيها وأهنتها فين الاعتذار قال لي مانا لما قل لها عمل لنا اتنين شاي ده اعتذار ياه هو ده اللي اعتذار شوفوا قد ايه الكبرياء ممكن يخليني مش قادر اقول انا آسف ولا قادر اقول سامحيني ولا قادر اقول انا غلطان اعتبر الاعتذار قلت لها ياه ليه التنازل ده ده ياريت حتى هو اللي راح عمل اتنين شاي وشال اللي اتنين شاي ورح لها وقال لها تعالي انشف شاي مع بعض ايه كنت هعتبرها اعتذار لكن تخش تقول لها اعمل اللي اتنين شاي لا جبار الحقيقة فالحقيقة هنا الناس بتقع في ضلالة ان بسبب كبرياءه مش قادر يقول انا غلطان سبب كبرياءه مش قادر يقول انا آسف انا طولت عليكم فهقول اخر عرض من اعراض مرض الكبرياء عشان اكون رضيت على السؤال انا متكبر ولا لا صعوبة الغفران الانسان اللي عنده كبرياء وحاسس نفسه انه افضل من اي حد يحس ان لو حد غلط في حقه الدنيا قامت وما قعدتش ده مثل مصري الدنيا قامت وما قعدتش يعني ينهرب يد انا 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 يتقلي كده طب ايه رأيك بقى في ان في ناس بتجدف على ربنا اللي هو ربنا واول ما يقول له اختيت ربنا يسامحه انت ليه شايف نفسك اعلى من ربنا يعني انا يتقلي كده انا سوري يعني انت مالك بتضخم فيها وتعملها استيريو تايب كده تكبرها مرة مين وتكبرها مرة شمال ما انت بشر وكلنا بنغلط انت نفسك غلط في ناس كتيرة قوي ليه لما انت غلط في ناس ومعرفوش يسمحوك قلت دي ناس قصية القلب ولما هم يعني 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 غلطوا فيك تكبرت الموضوع خالص انا منسة انا انا ايه انا ما بغلطش في حد وبالتالي المعاملة بالمثل ما حدش يغلط فيه يا حبيبي احنا كلنا بنغلط احنا كلنا بنغلط في ربنا اللي خلقنا كل يوم بالتعدي على وصياه وعدم طعته وعندنا وجنحنا بنرجع اخر النهار ونقول له غلابة يا رب اتغلبنا من شهوتنا واتغلبنا من نقائصنا واتغلبنا من ضعفنا فييجي ربنا ويقول لي ولا حاجة انت ابني كنت كنت ميتا فعشت وكنت ضلا فوجدت تعالى ادخل الى حضني شوفوا ربنا يتعامل معايا ازاي وانا ما بعرفش اغفر اللي اللي حوالي كل ده يا ترى عرفت ان انا متكبر ولا مش متكبر ممكن تلاقي اتنين تلاتة مش فيك بس اتنين تلاتة فيك ممكن تقول كل اللي انت قلته مش فيه بس فيه واحدة لا يبقى انت برضو متكبر لان دي اعراض كلها كل واحدة فيهم معناها ان انا متكبر ربنا يدينا روح الاتضاع وروح الحب عشان نقدر ننتصر على خطيط الكبرياء ليلهنا كل مجد وكرامة الان وإلى الابد امين اشتركوا في القناة